إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة وبدعم قوي من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في اتخاذ إجراءات عاملية وحازمة لمكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء وكذا تصويب عمل مؤسسات الدولة ضمن برامج الإصلاح الشامل جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن رئيس وأعظام من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حيث أطلعوه على الجهود الجارية لتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وتعاون المطلوب بين الحكومة والهيئة لتعزيز هذه الجهود هذا ولفت الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تفعيل الدور الرقابي وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد وتعزيز حضور الدولة وهيبتها وسيادة القانون لافتة إلى أن النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الابتصادي وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر